وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الأولوية الكبيرة التي تليها الدولة لملف تعميق نسب المكون المحلي في مختلف مجالات التصنيع جاء ذلك خلال تفقده خط إنتاج الغسلات بمصنع شركة العبد للأجهزة القهربائية والذي تبلغ مساحته الكلية 106 ألاف متر مربع يعمل به نحو ألف موظف ومهندس وفني ترجمة نانسي قنقر